اشتركوا في القناة مجلس الوزراء يؤكد على تطبيق غرامات تصل الى 4000 جنيه لعدم الالتزام بارتداء الكمامات بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الامريكية 2020 وعودة كهرباء الى صفوف المنتخب الوطني ومن العنوين الى تفاصيل الاخبار اهلا بحضراتكم شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمع وزير الاوقاف والدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والاعلامية وخلال الاحتفال ارقى الرئيس كلمتان توجه فيها بالتهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والاسلامية كافة متمنيا للعالم اجمع الخير واليمن والبركات كما طلب الرئيس بتضافر المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والاعلامية للاسهام في بناء شخصية سوية قادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل مؤكدا ان مكانة النبي العظيم في قلوب ووجدان المسلمين لا يمكن ان يمسها قول او فعل معربا عن الرفض القاطع لاعمال العنف والارهاب التي تصدر دفاعا عن الدين فجوهر الدين هو التسامح داعيا ان نجعل من وطننا صورة مشرقة لفهم وتطبيق صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشرع الحنيف شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي واميرة منطقة تابوك الملك فهد بن سلطان افتتح جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء بطاقة استعبية 30 الف طالب وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية ان جامعة الملك سلمان تعد احد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء مشيرا الى ان جامعة الملك سلطان تدم عشرة كليات موزعة على فروع الجامعة الثلاث بمدن التور ورأس صدر وشرم الشيخ وتشمل عدة تخصصات وهي الهندسة التطبيقية وعلوم الحاسبات والصناعات التكنولوجية والعلوم المالية والادارية والعمارة والالسن واللغات والزراعات الصحروية والفنون والتصميم كما افتتح الرئيس عددا من المشروعات القومية والتنمية بجنوب سيناء وعقب الافتتاح قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية لصلاة العرض بمتح في شرم الشيخ واستمع لشرح مفصل حول مميوات الحيوانات المحنطة بأياد نصرية خالصة ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزنة كورونا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بمشاركة وزراء الأوقاف والسياحة والأثار والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة وعدد من الوزراء والمسؤولين يأتي هذا في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في بعض دول العالم وقال رئيس الوزراء إنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فإن هناك عدم التزام من جانب المواطنين مؤكدا على جميع الجهات المعنية بتطبيق الغرامات التي تصل لأربعة ألاف جنيه لكل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في المواصلات والنقل والمصالح الحكومية وكذلك المولات التجارية وغيرها من الأماكن التي تشهد الزحاما من المترددين عليها وفق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح لمدة شهر حتى آخر نوفمبر الحالي يأتي ذلك استجابة لمطالب المواطنين حتى يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح واستفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء المهم وفي سياق متصل قرر محافظ القاهرة خالد عبد العال اعتمد تخفضات جديدة لأسعار التصالح في مخالفات البناء وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأمن من نظير الفرنسي إيمانيويل ماتغان وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي على ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامي لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبذ العنف وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض المدعين الانتماء للإسلام وهو بريء منهم مضيفا أن هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساف بالرموز الدينية كما تنول الاتصال بعد القضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك شهدت العاصمة النمساوية بيينة هجوما لمثيل له خلال الحقبة التاريخية الأخيرة حيث أطلق مسلحون النار في ستة مواقع مختلفة وسط العاصمة في هجوم إرهابي أصفر عن ثلاثة قتلى وخمسة عشر جريحا من بينهم ستة بحالة حارجة كما أعلنت شرطة بيينة أن منفذ الهجوم الذي شهدته العاصمة ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي معربة عن قتل أحد المهاجمين برصاص الشرطة ولا يزال البحث جاريا عن الآخرين بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 والتي يتنفس فيها الرئيس الحالي والساعي لوليات ثانية دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن ويخوض الجمهوري دونالد ترامب الانتخابات بصحبة مايك بانس نائبا له بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كمال هاريس نائبة له وذكرت مصادر أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات المبكرة بلغ 95 مليون أمريكي وهو ما يعادل 71% من إجمالي أصوات الناخبين ما يرفع التوقعات الحالية لمستوى قياسي من حيث المشاركة وفي أخبار الرياضة عاد محمود كهربا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي لصفوف المنتخب الوطني رغم استبعاده بشكل رسمي من قائمة الفراعنة في معسكر توجو المقبل فإن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يرى أنه يجب أن يكون هناك توقيت لضم اللاعب بعد وصوله لمستوى معين يسمح بانضمامه مؤكدا أن الباب مفتوح لضم كهربا ومعكم في أخبار الاقتصاد وصلت أسعار البترول في أسواق النفط العالمية الصعود بفعل الانتخابات الأمريكية واستنتعاش الأسواق المالية وارتفع مؤشر أسعار البترول الخامان القياسيين الذين انتخفضوا بشدة على مدى أسبوع بعد أن أجرى وزير النفط الروسي محادثات مع شركات النفط المحلية بشأن تمديد محل للقيود بشأن تمديد محتمل للقيود على إنتاج النفط في الربع الأول من 2021 لتصعد أسعار البترول بالنسبة للعقود الأجلة لخامي برينت سبعين سنة إلى تسعة وثلاثين وسبعة وستين دولارا للبرميل وصلنا مع حضراتكم إلى ختم نشرة الأخبار لهذا الأسبوع شكرا لحسن المتابعة ألقاكم في حصاد أسبوعين جديد إلى اللقاء